مرحبا حضراتكم مرة تانية الدقيق في وقت الصلاة أو الدقايق اللي ممكن يعني نديها لربنا وإحنا وقفين قدامه وكتير بنعتقد أنه وإحنا وقفين عشان نصلي أننا بنده ربنا من الوقت لكن الحقيقة بقى نعلمونا أنه لما بنقف عشان نصلي إحنا اللي محتاجين أننا ناخد كان واحد فينا شاطر وهو داخل عشان يصلي حاطت في باله لأن يا رب أنا محتاج أن أنا أخد لكن مش تلبات أرضية ولا مادية أنا محتاج أخد بركة ومحتاج أخد نعمة ومحتاج أخد سلام ومحتاج أخد حاجات كتير لأنه مهما أديت أنا مش أديك مش أنت يا رب اللي محتاج لصلاتي لكن أنا اللي محتاج أن أنا أتكلم معاك محتاج أن أنا شروط الزهن اللي بيحصل في وقت الصلاة لأنه بنبقى بنفكر بقى في احتياجاتنا وفي اللي ورايا وفي اللي عندي وفي اللي حصلي وفي المشكلة وفي الولاد اللي برا أقفل الفكر والزهن وكل حاجة عن كل مشغوليات العالم وفعلا أغلق بابي سواء بالمعنى الحرفي للكلمة في المغدع بتاعي أو المكان اللي أنا بصلي فيه أو لو بالمعنى الروحي إزاي أقفل الزهن عن كل اللي بيشغني وبيبعدني عن ربنا تعالوا مع بعض النهاردة ومن خلال إنجيل معلمنا متى الأصحاح السادس ونشوف التفسير الصح للآيات دي وإزاي ممكن تكون وقفة الصلاة بتاعتي وقفة مليانة مليانة فعلا بعمق وأخرج فيها وأنا حاسس أني أخدت من ربنا نهاردة بيسعدني وشرفني وجود أستاذ مرقص سامي الخاند من كنستة قديسة العزراء مريم والأمبر ويس بالعباسية صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك من أورنا صباح الفل أهلا بحضرتك من أورنا نشوف محرك الآية الجميلة آية 6 في إنجيل معلمنا متى الأصحاح السادس نشوفها ونرجع تاني أما أنت فمت صليت فادخل إلى مغدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية نتأمل النهاردة في هذه الكلمات الجميلة أستاذ مرقص في البداية يمكن الإصحاح السادس ساد المسيح لكل المجمع بين العقل البشري الموجود في هذا المجتمع اليهودي المحب للمظهرية اللي هو أنا هو بدي صادقة على فكر أنا بساعد الغلبان وبيتباهب بده ويفرد عضلاته ويرسم عضلاته قدام الناس لكلام عمق وارتفاع وسموه هم مش واغدين عليه وضد ممارستهم لو حضرتك الأول تدينا فكرة عن هذا الإصحاح في الإصحاح ده ربنا يسوع المسيح بيكلمنا ويعلمنا حسب المبدأ اللي مكتوب في الكتاب المقدس ما جئت لأنقض بل لأكمل إن مسكن موجود من أيام موسى والناس حفظاه وعرفاه وبتمرسوا وبتطبقوا عبادات كتير في العهد القديم كان الشعب زي ما بيقولونا الأباء عبارة عن أطفال في علاقتهم بربنا فعشان كده اهتم جدا إن يديهم أسس العبادة وتفاصيلها بكل دقة موعدها عددها حركات اللي بيقوموا بيها فيها إزاي بيقدموا عبادة وصلاة لربنا ده في العهد القديم في العهد الجديد اللي ما بينقضش أبدا العهد القديم ما جئت لأنقض بل لأكمل بيكلمنا ربنا يسوع المسيح عن مفهوم العبادة مش شكلها ومش تقصها بيرفع مستوى الناس من المفهوم العقلي الجامد المادي العادي إلى مفهوم تاني إن العبادة دي علاقة بين الإنسان وبين أبوهم اللي في السماء عشان كده مفروض يرفعوا قلوبهم وأقولهم وكل داخلهم ومشاعرهم نحية ربنا قبل ما يقوموا بأي عبادة مش مجرد الطقس لكن الروح اللي جوه الطقس عشان كده هو في العهد في الإصحاح ده بيقدم لنا مفهوم جديد للعلاقة وللعبادة مع ربنا لا ينقض بل يكمل بل يكمل المفهوم الجديد في العهد الجديد العلاقة القوية بالقاب السماوي طيب أستاذ مرقص إحنا بندخل للمخدع وقت الصلاة وإحنا محملين بكمية بقى تلباط أو الطلبات مش تلباط عاوزين نقولها لربنا كتير جدا وبعتقد أن هي دي صلاة المفهوم الجديد اللي ربنا ادهنا وسيد المسيح أسسه معنا في الصلاة زي ما حضرتك تفضلت وقلت دلوقتي عشان نعرف نمرسه أو نطبقه أنا بدخل بقوله قبل ما أقوله شكرا يا رب أنا محتاج وأنا عاوز وأنا عندي وانت شايف وانت عارف وبفضل بقى سلسلة وآخرها كده بقوله بقى اسمع واستجيب وقول أبانا لازي وخلاص وبعتقد أن أنا كده صليت إيه المفهوم الجديد لسيد المسيح أساسه وإزاي أمارسه بطريقة صح علشان نفهم المفهوم الجديد ونفهم الهدف منه نرجع لمفهوم أو معنى الصلاة أنا هصلي يعني إيه هي إيه الصلاة الصلاة في المفهوم البسيط هي حديث مع الله بين الإنسان وبين الله في المفهوم الأعمق لها هي صلة ما بين الإنسان وبين ربنا فأنا داخل علشان أقف قدام حد أنا محتاج له أنا بحبه في علاقة بيني ما بينه العلاقة لما أكون بحب إنسان بحب أقدم له مش بحب أخذ منه بس لكن هي الصلاة أكتر ما أنا بقدم هي بركة للإنسان وبتديه كل خير وكل بركة علشان كده وأنا داخل المقدع بتاعي والأباء علمونا عن كلمة إغلاق المقدع مش إغلاق الأبواب الخشبية أو المكان المحدود اللي أنا هقف فيه أصلي لكن المقدع هنا بيقصد به ربنا المقدع المكان الراحة المكان اللي أنا بلاقي فيه راحتي راحتي إن أنا أكون مع ربنا راحتي إن أنا أقف أساد ربنا راحتي إن كل يصلها بربنا موجودة مش بتنقصع أبدا 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 إغلاق هنا بمعنى إغلاق الفكر إغلاق العقل إغلاق القلب عن كل شيء بيشغني عن محبة ربنا الإنسان دايما في العالم محمل زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بأسقال وهموم ومشاكل وأماني وحاجات كتيرة قوي في الحاضر والمستقبل لما يجيه وفق ضاب ربنا ينسى كل الحاجات دي كلها ينسى الكلام ده كله كتاب القدس كده بيعلمنا في آية وبيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم لما أنا وصلت بكده وعندي القلب المليان بالإيمان والثقة في ربنا يبقى أنا قبل ما أطلب وقبل ما شوف احتياجاتي الجسدية والعالمية أطلب أن أنا أشكر ربنا نمرة واحد على أنه سمح لي أن أنا أكون موجود في حضرته أنه سمح لي أن أنا أتكلم معاه ده أنا في عملي لما بيكون لي عندي فرصة أن أنا هيبقى لي مقابلة مع رئيس العمل ولا الوزير ولا مدير العمل بستعد استعداد قد إيه بالمظهر وباللبس وبالموضوع اللي هنتكلم فيه وووو ولا آخره وفي الآخر لما أنا داخل أتكلم معاه بنسى مشاكلي وبنسى البيت وبنسى التجارة وبنسى كل هموم العالم عشان مركز مع هذا الإنسان اللي هتكلم معاه علشان فايدة العملي طيب وإذا كانت فايدة أبدية وبركة سماوية من عند ربنا لما هدخل أتكلم مع ربنا أركز في إيه مركز في حاجة غير ربنا لأنه هو اللي مفروض يملى قلبي وفكري ربنا لما جي في الوصية قال لنا حاجة واحدة بس يا ابني أعطني قلبك ما قالش لا نفسك ولا قوتك ولا فكرك ولا 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 كل الحاجات دي ولا مالك ولا أولادك ولا كلام ده كله يا ابني أعطني قلبك ولا تراحز بعد كده عيناك أطرق يبقى لازم أنا لما أدخل أصلي أفضي فكري وفضي قلبي وفضي مشاعري لهذا الإنسان الحبيب اللي أنا هتكلم معاه مفيش واحد بيقابل حبيبه وبيكلم في كورة ولا بيكلم في سياسة ولا بيكلم في اقتصاد ده بيكلم في العلاقة اللي بينهم يبقى أنا لما أدخل مع هذا الحبيب اللي اداني كل شيء لازم أركز أنا بتكلم في إيه وعايز إيه وهوصل معاه لإيه إذن أنا مع ربنا بقفل أبواب وشبابيك شباك الشهوة شباك المحبة العالم شباك الماديات حاجات كثيرة جدا بقفلها وبقى مع ربنا طب ده كله جميل والمغضع ده زي ما حضرتك يعني علمتنا حاجة جميلة بس ليه في الخفاء إذا كان ده حاجة حلوة وحاجة جميلة ليه ما عملهاش قدام الناس كلها مش لازم في قضا مقفولة قدام بيتنا حتى في الشارع ليه في الخفاء؟ ده المفهوم الجديد للعبادة اللي بقدمهننا في هذا الإصحاح أنا لما أعمل عبادة أيا كانت نحة صوم صلاة صدقة لازم تكون في الخفاء ليه؟ أنا مركز أنا بقدم العبادة لديه المين مش عشان يصحق يشوفني مش عشان فلان يعرفني إن أنا بقدم عبادة ويشاور علي ويقول يا الإنسان ده بيعبد ربنا الإنسان ده بيكرس وقت ربنا الإنسان ده سايب بتجارته سايب مومه سايب مشاكله ووقف قدام ربنا أنا مش هاخد حاجة مش هستفيد حاجة من مديح الناس علشان كده لما أعمل العبادات دي صوم صلاة صدقة في الخفاء ربنا هيجزيني علنية هو طلب كده أنت ما تعملش الأعمال دي كشكل ومظهر قدام الناس لما أنت تعمل عمل قدام الناس ويدوك مديح استوفيت أجرك خلاص مش هتاكد حاجة من ربنا طب الأجر الأكثر فين الربح الأكثر فين لو وزنناها بموازين مديح الناس أحسن ولا مكافئة ربنا وصلة طوبية لما أقدم في الخفاء عشان كده ركز في هذا الإصحاح في الصلاة في الصوم في الصدقة لازم تكون في الخفاء لربنا بس مش عشان مظهر قدام الناس ويدوني مديح ويدوني تمجيد ويدوني تطويب يا ده فلان ده بتاع ربنا لا ربنا مش عايز كده ربنا عايز نفسك من جوة قبل عبادتك من برا عايز القلب طيب فيه ناس ممكن تقول طب أنا هدخل أقول لربنا على إيه ما هو عارف كل حاجة من قبل أنا ما أتكلم فيه ناس تقول أنا بعرفش أصلي يعني بقف بس مش بلاقي كلام أقول وفيه ناس تانية يمكن رغم التأثير في الصلاة لكن بتيجي لحظة كده بيكون الإنسان فيها موجوع أو مجروح أو شايل حملة قيل بيلاقي نفسه ونزل على ركبه ومعملش حاجة غير بس إنه بيعيط قدام ربنا وما قالش ولا حاجة وبيخرج من وقفة الدموع أو الوقفة الحقيقية دي هو حاسس براحة رغم أن مشاكله ما أتحلتش لو جمعنا كل دول ونقول إزاي أنا بقى أمارس الصلاة لو حد جي قال أنا وبعرفش أصلي أعمل إيه أقوله ارجع لذاتك وارجع لنفسك الأول أنت واقف قدام ربنا عشان إيه لو رجعنا كده الأباء بيعلمونا ويقولونا إن كل مخلوقات الله بتمجد اسمه وتسبحه وكل المخلوقات بتحن وترجع للطبيعة اللي ربنا حطها فيها يعني مثلا عندنا الأشجار والنباتات والزروع كلها والعشب البيئة الطبعية بتاعتها إنها تبقى في الطربة في الأرض لو خرجتيها بعيد عن البيئة دي تموت تموت الأسماك والحاجات اللي في البحر والأنهار بتعيش في الميا لو حضرتك خرجتيها عن البيئة الطبعية اللي خلقها ربنا عليها بيرر الميا هتلاقيها بتفقد الحياة وما بتعيش طب والإنسان ربنا خلقوا منين خلقوا على صورة الله ومثاله ونفخ فيه نسمة حياة من فم الله يبقى هذا الإنسان البيئة الطبعية اللي يقدر يعيش فيها مرتاح ومبسوط وعايش وحي هي رجوعه لله علشان كده الكنيسة بتقول لنا ليس موت لعبيدك يا رب اللي هو انتقال أمال مين اللي مات اللي باعد عن ربنا اللي باعد عن مصدر الحياة اللي ادهوله ربنا هو ده اللي ميت يبقى عشان كده أنا داخل أقف عشان أبقى أجنب مصدر الحياة بتاعتي أنا جاي يواقف قداما ربنا عشان أصلي عشان أبقى قريب من الطبيعة اللي خلقني عليها ربنا وأرجع أبص وأتشبه به ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع دي نظرتنا وده اتجاهنا علشان كده أنا في طبيعة العادية وأنا في وسط أهلي وفي وسط الناس وفي وسط المجتمع حتى لما أكون مدايق ومسقل بأشياء كتيرة جدا مجرد أن فيه إنسان بيحبني وبيخاف علي وأنا ببدله هذا الشعور مجرد أن أنا شوفه لو ما اتكلمتش معاه بس تريح يا ده فلان ده زرني النهاردة ريحني من هموم كتيرة كلمتين منه ممكن تحل المشكلة اللي أنا حاسس بيها زي الجبل وبعدين ده مجرد ما قعدت مع هذا الإنسان العادي المحدود اللي بيديك حب محدود وإنت لما ترجع لربنا وتقف قدامه هتحس بإيه مش هتحس بالسكل مش هتحس بالأتعاب مش هتحس بالمشاكل لأنه هو نفسه فاتح زراعيه ويقوله تعالوا إلي إيه يا جميع المتعبين وصقين للأحمال وأنا أرحكم أنا واقف قدام ربنا مش عشان أدينه حاجة أنا واقف عشان أخد منه صحيح أنا واقف بصلي عشان أرتاح أنا واقف بصلي علشان كل الهموم تتزال من علي أنا واقف بصلي علشان ده ينبوع الحياة ينبوع الحياة اللي فيها بشرب وبحس وبستطعم بيقولون زوقوا وانظروا مع أطيب الرب هزوقوا فين هزوقوا في الصلاة رغم أن الصلاة دي أنواع كتيرة ومفروض أنها تكون بأشكال كتيرة زي فيه الصلاة الجماعية وفيه الليتورجية اللي في الكنيسة والكلام ده كله لكن صلاة المغدع بتخليني أنا أقف كعريان قدام ربنا أبص لضيقي وأقول له أنا عندي وعندي 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 وبشكرك يا رب على كذا وكذا وكذا أنا عايز أخذ آخر جزيم حضرتك أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجزيك علنيا فكرة المكافأة حتى لو مش أرضية المكافأة السنوية المكافأة السمائية فهل ينبغي أن تكون دي المحرك أنا مش فهم الحقيقة يعني هل ينبغي أن يكون دي المحرك اللي جواه أن أنا أخذ مكافأة سمائية أن أنا أكون مع الله في السماء وأن هو يجازيني قدام الناس كلها بعدله وبرحمته ولا المحرك هو الحب حب لله وحب للإنسان لا هو المحرك الأساسي في علاقتي بربنا هو الحب أنا مش بحب ربنا علشان هيديني مكافأة أنا بحب ربنا لأنه هو الداني قبل كده وفي حب أعظم من أن يضع إنسان نفسه عن الآخرين صحيح محبة أبدية أحبابتك لذلك أدمت لك الرحمة في أكتر من محبة ربنا خلقتني كإنسان محب للبشر خلقتني إنسان كمحب للبشر لن تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك أنا مش بصلي علشان ربنا يديني خيرات ويجازيني خير وكل حاجة لا أنا بصلي علشان أكون في مصدر الحب علشان يكون لي صلة بنقول على الصلة أبأنا القندسين شبهوها بإنها سلم يعقوب اللي كان واصل من الأرض للسماء أنا بوصل نفسي من الأرض للسماء المكان اللي أنا منتظر أكون فيه في بيت أبي منازل كثيرة أنا ذاهب لأعد لكم مكان ده مكاننا في أرشاليم السمائية إحنا حياتنا على الأرض حياة وقتية عشان كده أنا بعد المكان اللي هكون فيه مش عشان مجد ولا عطية أرضية بيقولوا عن الصلة هي لغة الملائكة وهي طعام الملائكة أنا بتشبه بالملائكة العيشين في السماء بقول لحضرتك كده ليه بقول لحضرتك لأن أوقات بنشوف البعض الخدام بيعلموا فكرة خليك كويس عشان ربنا يحبك خليك كويس عشان تدخل السماء خليك كويس أنا ما يحركني ناحية الإنسان أو ناحية الله هو الحب حبي للإنسان وحبي لله أعتقد أنه ينبغي يكون كده لأن الله جي ناحيتنا وتصلب عشاننا وقام عشاننا كل المحرك كان حبه للإنسان الله بيحب الإنسان بكل صوره وفي كل أوضاعه وفي كل حالاته سبق فأحبنا مش هو مش إحنا اللي حبناه صحيح الله سبق فأحبنا لا يشاء موت الخاطئ يعني ما يحبش أن الخاطئ يموت مثل ما يرجع وياحيا بيقول لك السماء والأرض تفرحان بخاطئ واحد ياتوب أكتر من إيه تسعة وتسعين صحيح وهو لما جيه بيقول ما جئت لأدعو أبرار إلى التوبة بل خطاء صحيح إحنا بنصلي وبنقرب من ربنا وإحنا خطاء بنقوله يا رب وإحنا بنصليله توبني يا رب في أتوب توبني يا رب في أتوب الصلاة بتدينا التوبة الصلاة بتستدعي معونة ربنا لأن أنا في الخطيئة ببقى واقع تحت حكم الشيطان وتحت حكم عدو الخير اللي بيبعدني عن ربنا صحيح ربنا أكتر ويديني فرصة إن أنا أكون على صلة وقريب جدا من ربنا علشان كده أتوب يبقى التوبة بتخلينا صلي والصلاة تخليني أتوب اللي اتنين واجهين لعملة واحدة ودايما العلاقة هتنمو بين أي اتنين من كتر ما بيتعاملوا مع بعض وتتكلموا مع بعض كتر ما أنا أتكلم مع ربنا دايما هقرب أكتر وأكتر من مصدر الحب نورتنا وشرفتنا بوجودك معنا نهاردة أستاذ مرء السامي الخادم بكنيست القديسة العزراء مريم والأمبر ويسب العباسية صباح الخير عليكم مرة تانية شكرا شكرا لحضرتك ونورتنا ولسه معيك ومعنا موضوع مهم جدا يا تارى بعد ما البونة وقف لما البونة ان شاء الله هيفتح خلال الأيام اللي جاية الاشتراطات ايه هنرجع نبني 12 و13 و15 دور تاني ولا الاشتراطات البنائية بشكلها عامل ازاي بالدفظ